السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في دورة الاستثناء في القرآن الكريم حقيقة اللقاء اليوم هو لقاء مهم جدا لأننا سندرس فيه النحو بطريقة مختلفة جميلة جدا سندرس اليوم إن شاء الله تعالى أنواع لما تدبروا معي هذه الأمثلة الله سبحانه وتعالى يقول إن كل نفس لما علي حافظ لما هنا حرف حصر يقول الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره لما هنا حرف نفي وجزم وقلب يقول الله تعالى لما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما هنا اسم وتكون اسم شرط غير جازم مبنيا على السكون في محل نصب على الظرفية متى تكون لما اسما متى تكون حرف نفي وجزم وقلب متى تكون حرفا للحصر هذا ما نوضح ونجليه في هذا اللقاء ويوجد تطبيقات كثيرة جدا على كل ذلك من القرآن الكريم إن شاء الله تعالى فتابعوا معنا فعش حياة العلماء وطرق صنوب الكتبين ولان نأتي إلى الجزئية الثانية المشترك بين الاسم والحرف عندنا لما فلما تكون حرف حصر وليس حرف استثناء طب ما الفرق بين الاستثناء والحصر سنذكر بعد قليل إن شاء الله ونقول أنواع لما في القرآن الكريم وفي غيره عندنا لما الاسمية ولما الحرفية فمتى تكون لما حرفا متى تكون لما اسما تكون لما اسما إذا جاء بعدها فعل ماض وتكون حرفا إذا جاء بعدها فعل مضارع أو إذا لم يأتي بعدها فعل أصلا يعني إذا جاء بعدها جملة اسمية إذا عندنا كم حالة للم الآن عندنا ثلاث حالات لما الاسم إذا جاء بعدها فعل ماض ولما إذا جاء بعدها فعل مضارع ولما إذا لم يأتي بعدها فعل أصلا أي إذا جاء بعدها جملة اسمية لما إذا جاء بعدها فعل ماض هذه نسميها لما الحينية ولما إذا جاء بعدها فعل مضارع هذه نسميها لما النافية يعني لما هنا اسمها لإيه الحينية وهنا النافية ولما التي يجي بعدها جملة اسمية اسمها لما الحصرية لما الحينية يعني بمعنى حين ولما النافية أي بمعنى لم ولما الحصرية أي بمعنى إلا طيب هل هناك ثوابت لعراب كل نوع من هذه الأنواع نقول لما الحينية اسم شرط غير جازم مبني على السكون لأنها تنتهي بألف في محل نصب حين في محل نصب حين يعني في محل نصب حين يعني حلت محل حين وحين ظرف زمان ولذلك في محل نصب ظرف زمان هل هذا الإعراب ثابت لكل لما الاسمية في القرآن وفي غيره الإجابة نعم يعني أنت عليك أن تحفظ هذا الإعراب وفقط طيب ثم لما النافية ولما النافية نقول حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب حرف نفي وجزم وقلب نفي أي تنفي حدوث المضارع بعده طيب وجزم أي أنها تجزمه والجزم هو الحذف أو القطع يعني تحذف حركة آخر الفعل صحيح الآخر فيصير مجزوما وعلامة الجزم السكون فالسكون والعدام للحركة إذا كان معتل الآخر نحذف حرف العلة إذا كان من الأمثلة الخمسة نحذف النون والقلب الأصل في الفعل المضارع أن يكون في الزمان الحاضر ولكن الفعل المضارع قد يكون في الزمان الماضي وقد يكون في الزمان المستقبل وكذلك الفعل الماضي يكون في الزمان الماضي والحاضر والمستقبل عندما يقول راضي الله عنك أي راضي الله عنك في الزمان مش في الماضي ربنا ما رضاش عنك في الماضي لما أنا أدعو لك أن يرضى الله عنك في الزمان المستقبل غفر الله لك أي غفر الله لك في الزمان المستقبل وفعل ماضي لكنه يدل على الزمان المستقبل فالفعل الماضي قد يدل على الزمان الماضي والحاضر والمستقبل وكذلك المضارع المضارع معناه المشابه للإسم وليس معناه الحاضر ويشبه الإسم في الإعراب والبناء فهنا الفعل المضارع قد يدل على الزمان الحاضر يعني الآن مثل يكتب الدرس أي يكتب الآن أو قد يدل على زمان مضى إن سبق بحرف قلب مثل لم يكتب الدرس أي لم يكتب الدرس قبل الآن لم يكتب الدرس أمس مثلا أو لما يكتب الدرس أي لم يكتب الدرس الآن ولكنه سيكتبه في الزمان المستقبل وإذا سبق الفعل المضارع بحرف من حروف الاستقبال مثل سوفة أو السين أو آن المصدرية أو لن أو كي أو إذا توفرت فيها شروط سوف أكتب الدرسة يعني سوف أكتب الدرسة في الزمان في الزمان المستقبل وليس الآن وليس قبل الآن فالفعل المضارع قد يدل على زمان حاضر أو قد يدل على زمان مضى أو قد يدل على زمان في المستقبل إن شاء الله ممتاز إذن معنى تنفي حدوث الفعل بعده جزم يعني تحذف الحركة فيبقى السكون تحذف حرف العلة إذا كان من حروف العلة تحذف النون إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة والقلب يعني تقلب زمنه من الحاضر إلى الماضي بس في النهاية هذا فعل مضارع لكنه يدل على الزمان الماضي وهو مبني على السكون لمحل له من الإعراب طيب لما الحصرية ولما الحصرية وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع فقط الموضع الأول في قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والموضع الثاني في قول الله تعالى إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والموضع الثالث في قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون إذن عندنا كم موضع في القرآن كله عندنا ثلاثة مواضع فقط جاءت فيها لما حصرية دعونا نراقب الآن لما في المثال الأول لما جاء بعدها جار ومجرور لم يأتي بعدها فعل أصلاً وفي المثال الثاني جاء بعدها اسم وفي المثال الثالث جاء بعدها اسم يعني لم يأتي بعدها فعل من الأساس فلما إذا لم يأتي بعدها فعل فإنه سيأتي بعدها جملة اسمية ولما في هذه الأمثلة تكون حرفاً للحصر حافظ عليها يعني هذا والأصل إن كل نفس لما حافظ عليها فحافظ مبتدى وعليها شب الجملة يتعلق بالخبر أو هو في محل رفع خبر يعني مبتدى وخبر متاع إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا هنا سنلاحظ إن كل ذلك كل ذلك ماله متاع الحياة الدنيا فمتاع هنا خبر لكل إن كل لما جميع لدينا محضرون أي جميع محضرون لدينا فجميع مبتدى ومحضرون خبر للمبتدى يعني لم يأتي بعدها فعل من الأساس طب ما نوع إن هنا عندنا قاعدة نقول بأن إن إذا جاء بعدها لما فتكون حرفا نافيا بمعنى ما إذن هذه معادلة إن زائد لما تساوي ما إن زائد لما تساوي ما يعني إن تساوي ما إن حرف نافي بمعنى ما يعني إذا تدبرنا هذا النص فإننا سنلاحظ بأن إن كل نفس لما علي حافظ المعنى المعنى ما كل نفس ما كل نفس إلا علي حافظ فهنا إن بمعنى ما ولما بمعنى إلا إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فإن هنا بمعنى ما ولما بمعنى بمعنى إلا وإن كل لما جميع لدينا محضرون يعني وما كل إلا جميع لدينا محضرون طيب نريد أن نفهم إن هنا بمعنى ما ولما بمعنى إلا طالما أنه عندنا إن ولما إن بمعنى ما ولما بمعنى إلا ما معنى حرف حصر؟ وحرف الحصر يقع بعد جملة ناقصة منفية يعني إيه ناقصة منفية؟ جملة ناقصة ناقصة يعني ناقصة المعنى تحتاج إلى كلمات أو كلمة لتوضح معناها طيب وما معنى منفية؟ يعني سبقت بحرف نفين خلينا نطبق في الأمثلة السابقة لو قلنا إن كل نفس طبعا إحنا في أسلوب الحصر لكي نفهم النصة فماذا نصنع؟ نقوم بحث ما إلا هو حرف النفي وإلا إلا هو حرف الحصر أو نقوم بحث إن ولما يعني هنا مثلا وما كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي كل ذلك متاع الحياة الدنيا وما كل إلا جميع لدينا محضرون يعني كل جميع لدينا محضرون ونريدك أن تلاحظ شيئا أننا عندنا كل نفس كل نفس فهنا لا يوجد تنوين كل ذلك لا يوجد تنوين أما هنا كل جميع لدينا محضرون فهذا التنوين هو تنوين العوض عن كلمة عندنا تنوين العوض تنوين العوض عن حرف تنوين العوض عن كلمة تنوين العوض عن جملة فهنا تنوين العوض عن كلمة يعني كل جميع لدينا محضرون يعني كل الناس يعني كل الناس ما لهم جميع لدينا محضرون فهنا في أسلوب الحصر ننظر إلى ما قبل حرف الحصر إن كل نفس هل إن كل نفس هنا لها معنى ولا تحتاج إلى معنى ليكمل كل نفس ما لها هنا مبتدأ فين الخبر الخبر مش موجود طيب كل ذلك برضو دا المبتدأ فين الخبر الخبر مش موجود قبل لما مش موجود قبل لما تمام فإذا هذه جملة ناقصة المعنى تحتاج إلى ما يتمم لها المعنى وإن كل لما جميع لدينا محضرون فكل هنا مبتدأ فين الخبر ما قبل لما ما فيش تكملة لهذه الكلمة كل إحنا عرفنا النية إيه يعني كل الناس كل الناس برضو كل الناس ليست معنى ملهم كل الناس ملهم آه يعني ما قبل لما تريد أن تقول لنا بأن جملة ناقصة المعنى تحتاج إلى ما يتمم المعنى صح طب إن هنا أليست حرفا للنفي بمعنى ما إن كل ذلك صح آه إذا هنا حرف الحصر يقع بعد جملة ناقصة المعنى وناقصة منفية ناقصة يعني ناقصة المعنى تحتاج إلى كلمات أو كلمة لتوضح معناه فهنا ما الذي وضح معنى إن كل نفس الأصل كل نفس بعد حث حرف النفي وحرف الحصر فصارت كل نفس كل نفس ملأ حافظ عليها فهذه الجملة الاسمية في محل رفع خبر لكل طيب كل ذلك متاع الحياة الدنيا كل ذلك ماله متاع فمتاع هنا خبر للمبتدئ الكل فتم المعنى طيب كل الناس ملهم جميع لدينا محضرون ينفع نقول كل الناس جميع لما ينفعش الجملة غير تم طب كل الناس محضرون ينفع بس إحنا عندنا جملة أخرى صح إذن كل الناس ملهم جميع محضرون لدينا وكأن هنا الجملة الاسمية في محل رفع خبر كل فبالتالي يوجد هنا أخبار موجودة بعد لما تحتاج إلى المبتدأ الذي قبل لما وهذا كأن لما فصلت هنا بين مبتدأ وخبر لذلك قلنا حصر لماذا حصر؟ لأنها تحصر لنا شيئا معينا تحدد لنا شيئا معينا كل الناس تحديدا ملهم جميع لدينا محضرون كل ذلك كله حددته وحصرته هو متاع الحياة الدنيا كل نفس بلا استثناء حصرتها حددتها حافظ رقيب عليها إذن هنا معنى حرف الحصر أن يقع بعد جملة ناقصة المعنى تحتاج إلى ما يتمم المعنى وما يتمم المعنى دائما يكون بعد لما وهي ناقصة يعني ناقصة تحتاج إلى ما يتمم معنى ومن فيها أي سبقت سبقت بحرف نفي إذن عندنا هنا لما قد تكون اسما إذا جاء بعدها فعل ماض وتكون لما الحينية بمعنى حين وهي اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمن وإذا جاء بعدها فعل مضارع فتكون نافية بمعنى لم وتكون حرف نفي وجازم وقلب مبني على السكون لمحل له من الإعراب وإذا لم يأتي بعدها فعل أصلا أو إذا جاء بعدها جملة اسمية فإن تكون حرفا للخصر بمعنى إلا وطالما أنها حرف للحصر أي أنها لابد أن تسبق بجملة ناقصة من فيها كلام رائع جدا نريد تطبيقات عليه من القرآن الكريم طيب سريعا سريعا طبق هذه الخطوة لكي تكون مستعدا إن شاء الله للتطبيقات على لما الآن بعد أن شرحنا لما الآن نريد الآن أن نطبق على أنواع لما من القرآن الكريم فننظر الآن إلى لما في قول الله تعالى هنا وإن كل لما جميع لدينا محضرون هل هي لما الحينية ولا لما النافية الحصرية ولا لما الحصرية يعني رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة في أنواع لما سريعا سريعا إذن لما هنا هي لما الحصرية لماذا لأنه لم يأتي بعدها فعل طيب فلما بلغ معه السعية لما هنا هي لما الحينية ولا لما النافية ولا لما الحصرية لما هنا هي لما الحينية لماذا لما الحينية لأنها جاء بعدها فعل ماضي طيب فلما أسلم وتله للجبين لما الحينية أيضا لماذا لأنه جاء بعدها فعل ماضي لما يذوق عذاب هل لما هنا هي الحينية ولا لما النافية ولا لما الحصرية هنا لما النافية يعني هي من النوع من النوع الثاني لما النافية وليست لما الحصرية لأنه جاء بعدها فعل مضارع طيب فلما جاءهم بالحق لما هنا جاء بعدها فعل ماضي لذلك فلما هنا اسم شرط غير جاز مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان طيب لما جاءتهم لما رأوا لما رأوا لما جاءه لما رأوا لما جاءه كل هذا جاء بعدها فعل ماضي لذلك فهي اسم شرط غير جاز مبني على السكون في محل نصب على الظرفية طيب إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا لما هنا هل جاء بعدها فعل ماضي لا طيب جاء بعدها فعل مضارع لا أيضا طيب جاء بعدها فعل أصلا لا إذن يا لما الحصرية نقول حرف حصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ممتاز فلما جاءهم فلما كشفنا فلما أسفونا لما ضرب لما جاء لما جاء لما رأوه لما حضروه لما قضي كل هذه المواضع لما اسمية لأنه جاء بعدها فعل ماضي لكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم لما هنا تكون نافية حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لم حل له من الإعراب لماذا لأنه جاء بعدها فعل مضارع طيب لما جاء لما كفر لما زاغ لما جاء لما يلحاه لما يلحق هنا ليست اسمية صح لأنه جاء بعدها فعل مضارع إذن لما هنا تكون نافية حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لم حل له من الإعراب ويلحق فعل مضارع مجزوم بلم لما نبأت لما نبأها لما رأوه لما رأوه لما سمعوا لما طغى لما سمعنا لما قام كل هذه لما الحينية اسم لكن لما يقضي ما أمره هذه من النوع الثاني وهي لما النافية من النوع الثاني تتخيلون أننا مررنا الآن على الغالبية العظمى من أنواع لما في القرآن الكريم اكتبوا الآن في الدرداشة على الزوم يعني نحن مررنا الآن على الغالبية من أنواع لما في القرآن الكريم كله فما رأيكم الآن تعرفون الآن تستطيعون الآن التفرق بين لما الاسمية ولما الحرفية نعم ولا لا أظن سهل موضوع سهل جدا اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرام فخور ترجمة نانسي قنقر